السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه القصة قصة جد مؤثرة قصة الإسكافي والأخوات الثلاث يحكى أن عجوزا كانت راجعة من السوق تحمل قفة فيها حاجياتها من خضار ولحم لطبخ طعامها وفجأة عثرت وتمزق نعلها فأخذت تدور وتبحث في الحي الإسكافي وبعد أن تعبت وجف رقها وجدت واحدا في آخر الأزقة له ذكان صغير طلبت منه أن يصلح لها نعلها فأخذه هذا الإسكافي وبدأ يصلح فيه على الفور وبعد أن انتهى من إصلاحه أعطاه لها أخذته فسألته عن الثمن وقالت له كم الأجر فقال لها لن أخذ منك شيء لكن أنا رجل غريب في هذه البلدة وأعيش وحيدا وسأكون ممتنا لك لو وجدت لي عروسا ردت العجوز نعم ولم لا لو سمعت بفتاة جميلة ومؤذبة سوف أخبرك قال الإسكافي سأدفع مهرا قدره ألف درهم ولا أريد من العروس لا جهاز ولا تعب أنا أتكفل بكل شيء أجابت العجوز حسنا كما تريد والآن سأعود لداري فقد تأخرت كثيرا عن طبخ طعامي في أحد الأيام جاءتها إحدى جاراتها لتتسلف منها وكانت أرملة لها الثلاثة بنات ولما رأتها تذكرت الإسكافي فكلمتها عن الزواج فوافقت المرأة وقالت سأزوجه من الكبرى وهذا الرجل يناسب حالتي فأبوهم لم يترك لهم شيئا وليس لي مال لأجهزها ولا لأقيم الحفلات والمآذب لأهل الحي فذهبت المرأة إلى الإسكافي وأخبرته بأن هناك فتاة جميلة مؤدبة فذهب إلى المرأة وخطبها وبعد ذلك جاء الإمام لدار المرأة وكتب الصداق وبعد العرس أركب العروسه في عربة تجرها الخيول ورجع بها إلى دكانه ثم فتح بابا فرأت غرفة حقيرة فيها زربية وجلود وفي وسطها منضضة صغيرة عليها صحبة فيها زيت وزيتون وقربه فجل وخص وخبزة شعير فغسل هذا الإسكافي يديه ثم جلس وقال تفضلي فجالت بعينيها على الطعام وقالت في دار أمي أكل أحسن من هذا أجابها التي تريد أن تهنأ في حياتها يجب أن تقبل الحلو والمر فقالت له بضيق احتفظ بالمر لنفسك ولا تنتظر أن أشاركك فيه هيا احمل لي طعاما لائقا ولا تفسد ليلة عرسي فمد يديه وأكل حتى شبع وهي تنظر إليه وتكاد تتميز من الغيط ثم طبخ كوبا من الشاي وقال لها أمضي هذه الليلة هنا وغدا سآتيك بعربة ترجعك إلى دار أمك وحلال لك الملابس التي اشتريتها لك والآن عن إذنك سأصهر فأمامي بعض العمل لأقوم به فقالت في نفسها هذا أفضل فقد قيل ذكان مغلق أفضل من كراء زهيد في الصباح أرجع هذه الفتاة إلى دارهم وبعد أسبوع مرت العجوز على الإسكافي لتصلح شيئا فعمل مثل المرة السابقة وطلب منها أن تخطب له بنت الحلال فأجابت ولكني فعلت ذلك وابن تجارتي لا ينقصها شيء وأنا أحس بالخجل من تلك المرأة وأخاف أن أذهب لدارها أجاب الإسكافي لم أقصد أن أسبب لك إحراج مع جيرانك لكن تعلمين أن الزواج قسمة ونصيب وأنا لم أحس أن لي مكتوب مع تلك الفتاة وأن تلك الفتاة هي من اختارت أن تذهب لبيتها فقالت له حسنا سأرجع لجارتي فلها بنت أخرى أصغر منها أجابها شرطي باق كما هو ولن يتغير رجعت العجوز لدارها ثم قالت سأذهب لجارتي وصوف أعرف ما جرى فلما تقت البال فتحت لها وأدخلتها ثم بدأت تحقي عن أحوالها ولم تقل شيئا عن الطلاق إلى أن قالت لها ابنة المرأة أن ذلك الرجل بخير ويريد تجويعي هكذا أفضل قالت العجوز لقد طلب مني أن يتزوج الوسطى فما رأيك ربما يكون حظها أحسن فوافقت الجارة ويوم العرس تلحفت وركبت العرب مع الإسكافي لما وصلت للدكان فتح لها تلك الغرفة فدخلت ثم قالت في نفسها هذا الرجل يكسب جيدا فهناك كثيرا من الأحديع والرفوف مليئة والجلد والغراء والمسامير فلماذا يقتر على نفسه في مسكنه وملبسه نظرت لوجهه فرأت أنه لا يزال شابا وشكله ليس سيئا لكن لن تطيق هذا الفقر وحين وضع العشاء قالت له كنت أظن أنك ستحسن طريقة استقبالك لزوجتك ليلة عرسها وتدللك كما يفعل الرجال وإذا بي أجد نفس الطعام الذي قدمته لأختي هل هذا هو العيش الذي ستقدمه لي غرفة صغيرة دون أثاث وطعام لا ترضى به الكلاب أجابها الإسكافي الخير يأتي إذا صبرت معي قالت باستهزاء وماذا ستزيدني ربما حبة طماطم أو فلفلا مقلي فقال لا إسمعي الأيام تدور فهل تكونين بجانبي ردت عليه حتى أجيبك يجب أن أرى خيرك الأول وإلا فلن تكون كل أيامي إلا سوء قال يبدو أنك مثل أختك لا يهمك إلا المال أما أنا فلا أعني لك شيء والرزق أعطاء من الله لا أحد يضمن غده كيف يكون والآن سأترك لك الغرفة فنامي وفي الغد أرجعك لدار أمك فنذمت وصعب عليها كيف سترجع صابية لدارهم فقالت له اجلس لنتفاهم والعن الشيطان رد عليها من به عيب فلن يصلحه الدهر مهما طال في الصباح تأتيك العربة وترجعك إلى دار أمك فليس لنا مكتوب مع بعضنا وبإمكانك الاحتفاظ بكل ما أعديته لك وفي الصباح رجعت إلى دار أمها وبعد شهرين جاءت العجوز لخياطة حقيبتها ارتاحت قليلا على كرسي ثم ناداها وقال لقد أصلحت الحقيبة ولمعت الجل وصارت أجمل من قبل فشكرته على شغله المتقن وقال لها لن أخذ منك شيء لكن أريد أن تخطبي لي بنت جارتك الثالثة رمقته العجوز بطرف عينيها وقالت لو اقتربت من دار جارتي لأشبعتني سبا وشتما فاثنين من بناتها مطلقتين وأنا السبب وقالت أنت يا رجل لا يعجبك شيء فألف واحد يتمناهما جمال وأدب وأخلاق أحس الإسكافي بالحرج وأجابها لا أحد يشق في هذا ولكن كما تعلمين فلا أقدر أن أتزوج إلا من من أطق بها قالت الهجوز ويحب ماذا تقصد أجابها لقد سبق لي أن تزوجت من فتاة جميلة وكنت أدللها وأشتري لها ما تشتهيه لكن يشاء الله أن أمرض وألزم الضار وحين طالبي المرض تركتني طريح الفراش ورجعت إلى دار أبيها ولم تلبث أن طلبت الطلاق ولولا أن الله رحمني لمت كمدا ويعلم الله كم كنت أحبها لكن هي لم تحب في حياتها سوى المال سقطت دمعة على وجه العجوز وقالت له يا لها من قصة مؤثرة سأرجع لدار جارتي فابنتها الثالثة ليست مثل أختيها وربما تتفاهم معها على كل حال إن شاء الله يكونوا خير فكرت العجوز بحيلة ثم ذهبت إلى الخطار اشترت قفة مليئة بالثمار طرقت ما بجارتها فأدخلتها لغرفة الضيوف وبعدما جلست قالت للبنات هذه هدية لكن فجرت البنتان مفيدة ورابحة فتحت القراطيس وبدأت تأكلان أما الصغرى فبقيت في مكانها تطرز قطعة قماش ولما أكملت الطريسة أخذت خوخة ثم شكرت العجوز وقبلتها وحضرت الشاي فشاربوا وكانت العجوز تنظر ثم حكت رأسها وقالت في نفسها تلك الصغيرة لم تبهرها قفة الثمار بكل ما فيها من الخيرات ولما أكلت شكرتني أما الأختان الأخريات فلم يلتفت حتى إلي والله ذلك الرجل له حق لما طلقهما يا لهما من لئيمتين لا تفكران إلا في نفسيهما ثم ناذت العجوز زينب البنت الثالثة الصغرى وأجلستها بجانبها وقالت لها لقد أرسلني الإسكافي لخطبتك فما رأيك صاحت أمها ليس عندي بنات للزواج ألسيت ما فعل بأختيها الكبرى والصغرى لو أجده أمامي لضربته بمكنستي على رأسه قالت الأختين لزينب إنه بخيل سيقطر عليك في طعامك كل ما عنده صحبة زيتون وكسرة شعيل يابس أجابت البنت لا أريد البقاء في أدار كل واحد يأخذ نصيبه ولعل سعدي يقوم بهذا الزواج وأكرم أمي وأخواتي قولي له إني موافق يا خالة فرحت العجوز ثم رمت سفساريهما على رأسها وذهب التجري إلى السوق في يوم الجمعة حضر الشيخ لدار جارة العجوز وكتب أقد زواج الإسكافي على زينب بعد حفلة حضرها الجيران صفقوا فيها وغنوا للبنت أركبها زوجها في عربة ورافقها إلى دكانه ففتح لها باب الغرفة الصغيرة ودعاها للدخول فخلعت غطاء رأسها وجلست على الزربية فقال لها سنعيش هنا حتى يفتحها الله علينا ونشتري دار الأكبر منها أجابته سأساعدك فأنا أعرف الخياطة والطريز قال لها بارك الله فيك ثم أحضر لها طبقا فيه صحفة زيتون وشيئا من الزيت والخص والبصل ومعهم خبزة شعير فقسمت الخبز نصفين ومدت يدها وأكلت فقال لها عذرا فهذا كل ما لديه أجابته الحمد لله على نعمته فخير الطعام ما حضر وخير الثياب ما ستر فتعجب من كلامها وسألها وإن دامت عليك أيام الفقر هل تتركينني وترجعين إلى دارك أجابت إن وجدت منك الحب والاهتمام فذلك يكفيني والرزق على الله فكل طعامك وسيكون خير إن شاء الله فانبسط منها وقال لها تعالي سأريك شيء ثم رفع سطارة على الحائض فظهرت حفرة فلما دخل منها وجد نفسيهما في قصر وقادها إلى طاولة كبيرة عليها أصناف وأنواع من الطعام والإوز المشوي واللحم والسمك وكل ما تشتهيه العين من الأشربة والفواكه ففركت زينب عينيها وقالت لزوجها أنا في قضة أم في حلم أجاب الإسكافي ما ترينه هو في الحقيقة ثم صفق فجاء الجواري وألبسنها الحرير ووضعنا القلائد في عنقها والأصغر في معصمها وقال لها أهلم بنا نأكل ونشرب وسأروي لك حكايتي قالت له لا أريد سوى بعض الثمار فلقد شبعت ثم قطع فخذ لوزة وقضم منها وبعد ذلك قال لقد كنت رجلا ثريا أصنع النعال وأصلحها وذات يوم جاءت فتاة جميلة لذكاني فأعجبت بها ولم يمضي وقت طويل حتى تزوجنا اشتريت لها دارا كبيرا أثستها بأفخم الأثاث وذات يوم مردت ولم أعد قادرا على العمل وطال هذا الحال وأصبحت أبيع من أثاث الضار وفي الأخير بأتها كلها وجئت لتلك الغرفة في ذكاني وبعد أيام تركتني امرأتي وأنا في أمست الحاجة إليها فاستبد بي اليأس وقررت أن أقتل نفسي لأرتاح فدققت حلقة من حديد لأربط فيه حبلا لكن الحائط انهار وظهرت حفرة لما دخلت منها وجدت هذا القصر الكبير فمشيت فيه وأنا متعجب مما أرى وكانت هناك صناديق مملوء بالذهب والفضة وناسا تمشي وتجي وبالرغم من كثرة الخيرات لم ألمس شيئا وبينما أنا واقف جاءني رجل وقال لي أنا جارك ملك الجان وكنت أسمع ما يجري مع امرأتك فأحزن لأجلك ولما رأينا أنك تنوي الموت قررنا أن نعطيك فرصة ثانية والقصر وما فيه لك لكن هذه المرة لما تريد الزواج عليك باختيار امرأة لها طباعك فالنساء كثيرات لكن قلة منهن تحمدنا الله على القليل وتتحمل ذنك العيش وإذا فشلت يرحمك الله وبالطبع لم أكن مستعدا لتكرار نفس الخطأ فلهذا أقسمت أن لا أتزوج إلا من ترضى بفقري وتحبني لذاتي وليس لمالي امتحنت كثيرا من البنات طلقتهن جميعا لجشاعهن وكنت آخر فتاة قررت أن أتزوجها ولو فشلت اليوم لتوقفت عن التفكير في ذلك فتوقفت زينب وقالت ما أعجبها من حكاية قال لها تعالي الآن لنذهب إلى غرفتنا في القصر قولي لي إن أعجبتك فلما دخلت زينب فتحت فمها من الدهشة فقد كان الفراش من خشب الصندل والوائد من ريش النعام والأغطية من الحرير وكانت أصناف صينية عليها براريذ الشاي بالنعناعي والفاكهة في الصباح جاءت العجوز وجارتها أم زينب وبناتها لتهلئة العروسين فأدخلتهم زينب القصر لما رأت أختاها كل هذا الخير الذي عنده اشتدت غيرتهما وقالت الكبرى للوسطى لقد خدعنا ذلك الإسكافي اللعين ولا بد أن يعود لنا ما فعله بنها رقبت الأختان الإسكافي حتى خرج ثم ذهبت إلى زينب فألحت عليها لتدخلهما إلى القصر للفرج عليه لكن أخبرتهما أن زوجها أوصاها أن لا تستقبل أحدا هنا فوثبت عليها وضربتها على رأسها وقيدتها ثم رفعتا الستار وذخلتا وبينما هما تتجولان شاهدتا صناديق الذهب والمجوهرات فقالت الأخت الكبرى سنحصل على حقنا ثم أخذتا كيسا وضعتا فيه من اجتهده نفسيهما ولما رجعتا إلى الحفرة لاحظتا أنها انغلقت عليهما وأصبحتا سجينين فبدأتا بالصراخ صرخوا بقوة لكن لم يجيء أحد إليهم فحل الظلام وأحستا بالجوع وفجأة جاءهما ملك الجان فوضع أمامهما صحفتين في أحدهما لحم والأخرى خبز جاب فأكلتا اللحم فقال يا لكم من طماعتين لو أكلتما الخبز لن فتحت الحفرة وخرجتما أما الآن فستتحولان إلى كلبين حقابا لكم على جشعكما ولما رجع الإسكافي وجد زوجته مضروبة ومقيدة اليدين والرجلين وبجانبهما كلبا ففك قيودها وجرى إلى القصر فأحضر منه مرهما من الأعشاب لهن به جروح وجهها وجسدها وبعد قليل فتح فمه من الدهشة فقد بدأ الجلد يزيد نعومة وصفاء وعينها تكبران حتى أصبح جمال زينب يخطف الأبصار ولم يعد بالإمكان أن يراها أحد دون أن يسبح الله وأطلقا الكلبان عواء حزينا وربطا على الأرض تحت قدميهما قال لهما الإسكافي يعلم أن ذلك الذهب مجعول لامتحان الأنفس وكل من يلمسه يسجن هناك ولأني لم أخذ شيئا منه رغم حاجتي أعطاني ملك الجان القصر بكل ما فيه ما زلتما لم تفهمان أن الجشعة داء بني آدم وأن القناع أول الفضائل وستبقيان كلبتين طول حياتكما آدم تستحقانه لكن زينب بدأت تبكي وترجت الإسكافي أن يكلم ملك الجان ليعيد إليهما صورتهما قال لها سأفعل ذلك لأجلك لكن لا أريد رؤيتهما أمامي هل فهمت؟ دخل الإسكافي القصر ثم أحضر عشبة فقال لهما ضعاها في الماء ثم شرب منها ولما فعلت ذلك رجعتا كما كان فطردهما الإسكافي من دكانه وهددهما بالويل والثبور لو رآهما مرة أخرى في ذكانه رجعت الفتاتان وهما تتميزان من الغيض قالت الأخت الكبرى لأختها الوسطى أردنا أن نفسد حياتها لكن تلك اللئيم انتصرت علينا أزاد جمالها وحب ذلك الرجل لها هل رأيت كل ذلك الذهب؟ والأحجار الكريمة لا أصدق أن كل ذلك المال من نصيبها سألتها الأخت الوسطى ماذا سنفعل؟ هل تذكرت ما حصل لنا؟ أجابت الكبرى لهذا سنحرق الدكان بما فيه وهكذا لن يكون فرق بيننا وربما تركت زينب زوجها لما يفلس ولا يبقى له شيء في المساء أقبل الإسكافي دكانه وخرج مع امرأته فكسرت الأخت الكبرى زجاجة النافذة وصبت الزيت وألقت مشعلا في الدكان لكن النار لم تشتعل ولما أطلت برأسها فوجئت به ينحصر في النافذة وجاءت الفئران فمزقت وجهها حتى بان العظم ثم سحبتها أختها وغطت رأسها رجعتها إلى المنزل ولما سألتهما أمهما عما حصل لم تقول لها شيء لكن الجيران أتوا إليها وأخبروها أنهما كانتا تحاولان حرق الدكان الإسكافي قالت الأم لابنتها لقد عاقب الله أختك الكبرى وأرجو أن تتوبين عن فعل الشر أجابتها من اليوم سأرضى بأي رجل يتقدم لي حتى ولو كان فقيرا وقد تعلمت أن الأدهى من كل شيء هو النفس الأمار بالسوء والتي تجعلنا لا نشبع ونسعى دائما وراء الدنيا أما أختي فسيكون أمامها وقت طويل لتتعلم القناعة وكلما ستنظر في المرآة ستتذكر ما فعلته في حق أختها الصغرى فاللعنة على متاع الدنيا وعلى من يجري خلف المال يا ليتني قبلت بصحن الزيتون الذي قدمه لي الإسكافي فليس أجمل من الحياة البسيطة وليس أحسن من راحة البهل وهنا استفادت من الترس ولكن بعد فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر